طيب عدنا موضوع اخر اللي هو شنو الانترفيسز الانترفيسز احنا عدنا بالكوتلن الكوتلن مثل الجافا مايقبل يرث من اكثر من اب واحد تمام فبالتالي راح نحتاج انه اوقات احنا يصير عدنا الوراثة من اكثر من مكان فلذلك صار عدنا شي اسمه انترفيسز الانترفيسز اذا انت تريد مثلا هل يقول عندك كلاس معين وتريد يرث من اكثر من مكان فالانترفيس احنا راح يساعدك طبعا الانترفيس مبدئيا هو يكون شنو ابستراك وممكن يحتوي على شنو على ال not ابستراك يعني ممكن يحتوي على شغلات بها ابستراك وممكن يحتوي على شغلات هي ليست ابستراك زين فبدل ما يكون ابستراك كلاس رح يكون هو انترفيس تمام لأن هذا رح يقدر مثلا محمد هو دا يرث من 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 ستيودنت اللي هو هنانا تمام فما يقدر يرث بعد من كلاس آخر ما يقدر فقط يرث من اب واحد تمام يعني مثل الانسان عند اب واحد هنا اذا حبينا انه يرث من اكثر من مكان فلهذا نحول شنو مثلا هذا نحوله الى انترفيس ونصنع انترفيس ثاني وذول اثنين مثلا يقروني ينطون ال من ينطون لكلاس محمد خلونا نشوف هنا اذا جاينا عملنا مثلا kotlin class ونسوي مثلا my interface بياذا الصغة هذا عندني class طبعي شون انا اصنع مثلا انترفيس اذكر كلمة انترفيس حال حال الكلاس بس مجرد هذا اسمه انترفيس فهنانا مثلا اجي انطيل اي اسم my interface واعطي الى شنو الاقواس مالتا ماشي هنا خلينا نعمل بالكابيتل my interface اعمل لي متغير مثلا val num1 اللي يكون نوعة انتجر اوكي بهذا الشكل شوف ما احتاج انه انطلق قيمة اوكي اقدر احتوي على ال abstract كذلك اعمل لي function display info وقوسين اوكي ومثلا هذا يرجع قيمة انا اغلب الفنكشنات ماتنا كنا نستخدمها هي void خلونا هالمرة نستخدم اللي يرجع قيمة اوكي ام رح يكون شنو يرجع لي مثلا string فاذا هذا مو كامل وهذا ايضا مو كامل وممكن بالانترفيس اصنع function كامل يعني ممكن هنا مثلا شون ام خلينا نقول هذا الفنكشن اوكي show info تمام خلينا نقول هذا مثلا ما ياخذ اي attribute هذا مجرد النوع شنو يطبع i am i am from interface اوكي فممكن يحتوي على فنكشنات غير كاملة وممكن يحتوي على فنكشنات كاملة عادي جدا طيب هذا شون ارث من عنده اذا جئنا هنا عملنا class فييكون هذا class اسمه my class 2 حتى لا يتشابه ويا اي احد الوراثة ما لتشو راح تكون راح تكون عن طريق dot نفس طريقة الكلاس بس لكن هنا نذكر اسم ال interface اوكي باية الصيغة طبعا هنا راح ينطيني error ليش لان راح يقولك اكو عندك شغلات انت ما منفذها اوكي اوكي فاقولي implement ثاني واحد اللي ويقول لي شوف يقول لي النم 1 وعندك display string ذو لا ما كعملات فمن اضيفهم وتماتيكين هو ينطيني طبعا هنا هذا اني محتاج الى ال get انا اقدر رأسا هنا شنو ال overwrite اقول له مثلا انت رقم 10 باية الصيغة اقدر انشئها لان هنا احنا ما انشئنا فقط عرفناها فتقدر رأسا انه شنو انه انت تنشئها ماشي وهنانا دا يعمل لك ايضا overwrite اوكي لهنانا وتقدر انه هذا بما انه هو return ما ادلا انت كنت تعمل اي شي hi i am from class مثلا my class 2 اوكي هالشكل فهذا تجسويت انت سويت override الها اوكي انت جاي تعمل شنو جاي تعمل override الها طبعا اهنانا شي يقول لك يقول لك شي لالexplicity تمام من عنده يعني هنا تقدر شي تسوي حرفيا انه هنا هذا هالشكل تقدر تعمله تقدر تقولها رأسا يساوي هذا يساوي هذا انه يرجع لي هاي القيمة طيب شون انا نتعاملوا اياها بالmain سهل اهنانا نقول لها fun main او same malta و بهذه الصورة اهنانا شي سوي اصوي لمتغير مثلا نقولا van my anyhing my او او خليس نسميفه اتشى مثلا اااااااااااااا KARN اوكي خلصي محمد ثري اوكي هذا رح يرث او هذا رح اوبجكت رح يكون من من رح يكون اوبجكت من المايكلا سمالتي فاقدر انه على سبيل مثال خلي نقول نقدر نطبع الديسيبلي انفو او نقدر نطبع بها القيمة النم 1 هنا اذا قلنا ل println مثلا اريد اطبع النم 1 فنقول نم 1 equal $ نم 1 اوكي هو رح يسوي نم 1 بس هذا من من رح نجيبه رح نجيبه من محمد ثري تمام لان هذا مو نم 1 هنا المين ميعرف نم 1 منه تمام لان يقول لك عني بداخلي ما موجود نم 1 فلازم اقول له انه من محمد ثري .num1 جيبه كون انه هذا مقطعين قلنا شنخليه اقواس المجموعة فبهالشكل رح يكون فاذا جيته هنا انا قلت لها run مفروض انه ينطيني 10 تمام تمام لاحظ نم 1 عشرة البرنت لين واعمل بهذا الصيغة فمن اقول ال run مفروض انه شنو يتبع لي اشوف hi i am from class my class 2 بهذه الصيغة طبعا اذا انت حبيت انه ترث من انترفيس اخر يعني احنا قلنا هو الانترفيس فرقة عن ال class انه يدعم الوراث المتعددة فخلي نقول له هذا مثلا هو يكون انترفيس 2 ويكون في داخلها مثلا يعني function اسمه هذا هنا عندك show info هذا خلي نقول هنا مثلا رح يكون function اسمه print info فشون تقدر class 2 يقدر يرث من my info ويرث من my interface 2 شون يرث من عنده مجرد هنا عندك فارزة وضع الانترفيس الثاني الثالث الرابع الخامس كيف اجد انترفيس يترث من عندها عادي جدا فهذا من قلنا ويراثة معناته هذا وهذا اثنيناتهم يملكها منه ال my class 2 طيب ليش بدنا نذكرها هنا لين هو اصلا هذا function كامل هو موجود بالانترفيس بس هو كامل يعني مو ناقص حتى احنا نكملها بال class اللي هو يرث من عنده قلنا فقط function اللي مو كامل لازم تكملها بداخل class اللي يرث من عنده فرح يكون شون عندك بهذه الصيغة الانترفيس مالتا طيب احنا شون نطبعهم اقدر اقول له هنا مثلا عندك هنا اشتيش يسوي هذا رأسا يسوي print line فاذا فقط نستدعي function فاذا جيت هنا اقول له محمد محمد 3 dot شوف print info هذا print info بالانترفيس الثاني خلني اجي نعمل هنا انا run print info جديد بع انا مثلا خل نقول I am from interface 2 لازم يقول له خلني نقول هنا انا run حتى نتأكد انه من الانترفيس 2 لاحظ هذا hi i am from my class 2 اللي هو هذا اللي هو هنانا ال overwrite والثاني hi هناش يقول لك يقول لك I am from interface 2 هذا ده يجي لك من 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 ال انترفيس 2 على فكرة الكلاس ممكن يحتوي كلاس داخلي اوكي يعني مثلا انت عندك كلاس وتريد تضع في داخلها كلاس ايضا يصير هنا خلني نعمل class my outer class مثلا هذا كلاس الخارجي وبداخلها يكون كلاس داخلي عادي هذا يسمونه بال inner class او nested class فهنا مثلا نسميه my inner class اوكي بهذا الصيغة فclass بداخل class اوقات نحتاج هذا الصيغة فهنا مثلا يكون عندني variable val مثلا num او خلني نقول val my name اللي هو يكون نوعه خلني نقول مثلا string هذا على سبيل المثال يكون القيمة مالتا بما انه مو abstract فاكيد لازم تنطيل قيمة خلني نقول هنا مثلا يساوي محمد عيسى وفي داخل ال inner class ممكن انه اعمل val اخر name to مثلا يكون نوعه string ويساوي لي على سبيل المثال meet اوكي بعض الصيغة فبداخلها ممكن اني اعمل ايضا function على فكرة لانه هو class عادي حتى لو كان داخلي ايضا ممكن يحتوي على فنكشنات info print value مثلا حتى يكون مختلف اسم الفنكشن وهذا مثلا رح يرجع لي نص اللي يقولك hi i am from inner class اوكي فهذا رح يكون class في داخل الكلاس طيب عالية الاستخدام شون رح يكون تجي لل function اوكي اللي هو main function هذا خلنا عملهم comment حتى توصل الكلاس تحتاج انه شنو تنادي اول شي على الكلاس الخارجي اللي هو my my outer class اوكي وراح تقوله dot تمام هذا outer class اللي موجود عندنا زين اهنانا شنقوله my inner class اوكي شوف my outer class dot مثلا ال argument اللي تريد توصل له على سبيل مثال خلين شوف هنا sorry dot وين accessing اوكي خلنا نستعمل عند object فتيجي هنا مثلا خلنا نصنع object نقوله هنا val my new class مثلا نسميها هذا راح يكون من ال او الشيء تنادي على ال outer my outer class اوكي لان انت تريد توصل لهنا هنا فانت قبل هذا الكلاس اكو هذا الكلاس فتقولها my outer class حتى توصل لشنو توصل لل inner class اللي موجد في داخلها فmy outer class dot my inner class وتخلي القوسية مالتا هال شكل راح يكون فحتى توصل لهذا لازم او شي تذكر هذا وتدخل بداخلها يعني كده ما هذا الكلاس دي تعامل وياه كده ما فنكشن بداخل هذا الكلاس اوكي بس هذا الكلاس فهال شكل انت تنادي عليها فاني من اجي هنا مثلا my new class dot شوف عندي هنا name 2 وعندي info print value اللي هو اقدر اوصل name 2 وال print info value تمام؟ هذا الشكل اقدر اجيبه فخلي نقول هنا مثلا print line ln and هذا مثلا نقدر نضع احا في داخلها خلنا اطبع المفروض انه يطلع لنا الاسم المخزون في name 2 اللي هو الحميد ماشي؟ لاحظ وكذلك ممكن اوصل لي my new class dot اللي هو ال info print value هالشكل اوكي and اهنا هذي عمل return فبالتالي لازم هذا نعمله شنو print line اوكي لان هذا يرجع لك text فاقدر شنو انه اهنا نضعها في داخل print حتى يطبع لي المعلومات ما لتشوف لاحظ بهذه الصورة على فكرة في شي ايضا نوع من الكلاسات اللي احنا نسميها بال data class data class شنو؟ اوقات احنا نحتاج نعمل class وهالكلاس تحفظ في داخلها متغيرات يعني احنا نعمل class ونسمي هذا class على سبيل المثال user ال user مطلوب من عندك انه انت تضيف له مثلا ال name اللي هو يكون على شكل string ومثلا يكون عندك ايضا age اللي هو رح يكون على شكل انت مثلا ومثلا خلي نقول هنا salary تمام ويكون مثلا double اوكي هذا الشي احنا ماخذينها سابقا بس اللي يختلف من class اللي هو data class هنا نكتب لك كلمة data تمام هاي نواع من ال class نستفاد من عندها اذا احنا نريد على سبيل مثال نغزن بيانات اوكي ال data class على الاقل لازم يكون عنده قيمة في داخل constructor يعني مو مثل بقية الكلاسات ممكن تخليها constructor ممكن ما تخليها لا هذا لازم تخليها constructor ولازم على الاقل يكون عندك parameter واحد اوكي فانت بالنسبة لك data class خليه في بالك ما يصر تكتب قبلها open تمام يعني ما راح يدعم الوراثة وما تكون abstract وما تكون inner inner class اللي قبل شوية ايضا اخذناها تمام فممكن انه يعمل extend من ال interface على سبيل المثال عادي ما عندك مشكلة طبعا هاي لازم تخلي في بالك اذا كوتلن نسخة مالتا قديمة اللي هو تقريبا واحد فاصلة واحد هاي شكل كان فقط يقدر يعمل implement من ال interfaces بس النسخة الحديثة اتغيرت ماشي فهنانا data class شون انا استخدمها اللي هو يحتوي على معلومات كل اللي احتاجه انه انا اجي اصنعها حال حال اي class اعتيادي يعني هنا انا مثلا اعمل لي متغير اقول لها val my data مثلا يساوي لي شنو data class ما تي اسمي user فهنانا اقول لها user بعضيه الصيغة فهنان رح يجبرني لازم اني اخلي قيم الها اللي هو ال name وال age وال salary فال name مثلا اكتب هنا محمد وال age 33 وال salary مالتا مثلا something like this اوكي ويعني ما رح يفرقان الكلاسات اللي احنا بنيناها سابقا اوكي هي يعني الشي اللي اللي يفيدك انه انت هذا الكلاس تريد يحتوي على بيانات فحتى تطبع هاي البيانات مثلا تقدر اشي تقول له هنا تقول له print line وتقول له my data مثلا تريد تطبع على سبيل المثال ال name او تريد تطبع مثلا ال age او تريد تطبع مثلا ال salary فهنا نقول له مثلا age وهنا نقول له ايضا salary عفوا فبالتالي يعني هنا اذا اقول له run المفروض لاحظ اراض لي البيانات multi فهاي هي فكرة data class يعني data class حال اي class اعتيادي لكن هي تحتوي على بيانات لازم تملي هاي البيانات على الاقل يكون عندك واحد باراميتر وتقدر تزيد يعني ممكن يكون ثلاث باراميترات مثل ما موجود الان ممكن اربعة ممكن خمسة ممكن ستة ممكن عشرة ممكن واحد لكن ما يكون بها بيانات لا ما يفعل ان هو اسمها data يعني راح تحتوي على معلومات بيانات فبالتالي من تنشئها لازم تملي البيانات multi وتقدر تعرض اي بيانات موجودة في داخل ال data multi وتعبيها تمام وتنطيها قيم عن طريق constructor multi الهناة احنا وصلنا للنهاية ونقولكم مع السلامة اشتركوا في القناة